السلام عليكم معكم الدكتور هلال يارب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال تحليل الكبد الوبائي بي إزاي نفهمها وإزاي نستخدمها تحليل التهاب الكبد الوبائي بي الأولية هو في أولية وفي متقدمة أ الأولية اللي هو التحليل اللي أي واحد بيعمله ما يعرفش وضع إيه وبيعمله المتقدمة اللي هو التحليل اللي بيعملها الواحد بعد ما يعرف إنه مصاب فالنهاردة بكلمكم عن التحليل الأولية إيه هي بقى التحليل الأولية ديت وإزاي نفهمها ونعمل إيه وإيه الإجراء اللي نعمله بعد ما نشوف النتيجة فتحليل الكبد الوبائي بي الأولية بتبتدي بتحليل واحد هو بالعربي اسمه تحليل الكبد الوبائي او تحليل المستداد المستداد يعني المستداد للكبد الوبائي السطحي بالعربي اسمه زي ما مكتوب قصاتكم ده اللي بنعمله اول حاجة نتيجة هتطلع عندك نتيجة حاجة من اتنين يا اما ايجابي بوستيف يا اما سنك لو ايجابي يبقى انت مصاب بالفيروس ومحتاج بقى تعمل التحليل المتقدمة الاخرى ليه عشان نعرف هل انت في المرحلة الاكيوتي باتايتس الحدى ولا في المرحلة المزمنة اللي هي كرونيك هباتايتس طيب التحليل ده لو طلع ايجابي يعني لو تحليل الكبد الوبائي بي المستضاد اللي هو هباتايتس بي سيرفس انتجن طلع ايجابي عرفنا ان احنا ان الواحد مصاب ولازم يعمل التحليل الاخرى المتقدم طب لو سلبي لو تحليل الكبد الوبائي بي المستضاد سلبي يبقى ايه يبقى انت كده ما عندكش الفيروس بتاع الكبد الوبائي بي ولكن مطلوب منك تعمل تحليل تاني عشان ايه ما هو انت ما عندكش الفيروس صح بس عايز تعرف يا طرى انت عندك بقى مناعة ولا ما عندكش يعني ما زال قابل انك تتعدي لو تعرضت للعادل فالتحليل التاني اسمه ايه اسمه هباتايتس بي انتايبودي ده بقى المضاد هباتايتس بي اس انتايبودي هباتايتس بي اس انتايبودي يعني تحليل المضاد للكبد الوبائي بي السطحة هباتايتس بي سيرفس انتايبودي احنا قلنا خلينا فاكرين ان هباتايتس بي سيرفس انتجن المستضاد سلبي عشان كده احنا بنعمل هذا التحليل في احتمالين المضاد انه يطلع ايجابي يما يطلع سلبي انه يطلع ايجابي او يطلع سلبي لو طلع سلبي يبقى معناه ايه معناه ان احنا الهيباطايتس بيه سيرفس انتجين سلبي والمضاد سلبي يبقى انا مخدتش العدوى قبل كده وعندي قابلية اني اتعادي ليه لان طالما المضاد سلبي يبقى انا ما عنديش مضادات في جسمي يبقى انا ما عنديش منع طيب لو طلع المضاد ايجابي نعيد تاني والمضاد ايجابي يبقى انا عندي منع الانتيجن سالبي اللي احنا متفقين عليه من الاول والمضاد ايجابي يبقى انا عندي منع طب يا ترى مطلوب من اعمل حاجة تانية اه لو عايز بقى تعرف المناعة دي يتجيالك بسبب ان انت خدت اللقاحات ولا بسبب اصابة سابقة تعمل فيه تحليل تاني اسمه Hepatitis P core Hepatitis P C Antibody مضاد لحاجة معينة اسمها C في الفيروس ماشي يبقى احنا عندنا Hepatitis P S Antigen Salby Hepatitis P S Antibody ايجابي نعمل التالت ده اذا طلع ايجابي يبقى ده المناع اللي عندنا ديت نتيجة عدوى سابق واذا اطلع سلبي يبقى المناع اللي عندنا ديت نتيجة ان احنا متطعامين مش نتيجة عدوى سابقا ده كده ايه باختصار زي ما هشرح لكم بقى بالرسمة على الجدول فخليكم معايا ويركزوا في الحيطة دي لان كتير من الناس بتتلغبط وبالمناسبة يا اخوانا ياريت اللي مش مشترك في القناة يشترك عشان تجدوا الفيديوهات اول باول وياريت برضو تعملوا لايك للفيديو وتشاركوه مع صحابكو وحبايبكو خليكم معايا نشوف على الجدول بتفسير الكلام اللي انا قلتو ده الرسمة اللي قدامنا ديت بشكل بسيط كده بتوضح لنا إن احنا عندنا التحليل اللي هو دوت اللي هو ايه الهيباتايتس اس انتيجين والتحليل ده اللي هو هيباتايتس اس انتيبودي والتحليل الأخير اسمه هيباتايتس بي سي انتيبودي البي ديت المفروض تبقى ايتش هيباتايتس احنا اقولنا بنبتدي بمين بالتحليل المحليل الأولاني اللي هو المستضد اللي هو الانتيجين بنبتدي بيه طلع سلبي زي ما انت شايفين كده في جميع الحالات التلاتة يبقى ايزا انت سليم ولو طلع إيجابي يبقى موضوع تاني وسكة تانية نكمل فيه التحليل المتقدمة شوي طيب لو طلع سلبي بهذا الشكل لما نيجي نعمل المضاد احتمال يطلع سلبي المضاد ده احتمال يطلع سلبي لو طلع سلبي واحنا عندنا الانتيجين سلبي يعني الاتنين سلبي يبقى انت كده سليم سليم بس المضاد عندك مش موجود يعني ما عندكش مناعة يبقى لازم تروح ايه تطعم يبقى لو الاتنين سلبي المستضد والمضاد سلبي يبقى انت محتاج تطعيم لازم تطعيم الكبد الوبائي بناء على تحليل الكبد الوبائي بيه اللي هما الاتنين سلبي والتطعيمات زي ما انتم عارفين تلات جرعات بتاخد جرعة اولى وبعد شهر جرعة تانية وبعد ست شهر جرعة تالتة طيب لو الهيباطايتس بي انتيبودي دوت طلع ايجابي لو الهيباطايتس بي انتيبودي طلع ايجابي يبقى احنا عندنا الانتيجين سلبي والانتيبودي ايجابي انت سليم بس عندك منع لحد كده ممكن تكتفي لو عايز تعرف ان المناع اللي عندك دي جايلك منين يعني الانتيبودي ده جايلك منين يا ترى واخد تطعيم سابق ولا عدوى سابق ففي تحليل تالت اللي هو هيباطايتس بي سي انتيبودي هيباطايتس بي سي انتيبودي التحليل ده لو سلبي يبقى عمرك ما خاد عدوى اصابة والمضاد ده جايلك من التطعيمات من اللقاحات لو الهيباطايتس بي انتيبودي ايجابي يبقى انت المناع اللي عندك دي نتيجة انك انت اصيبت قبل كده وتطورت عندك المناع دي كده بشكل مبسط كده انا خلصت الفيديو وارجو انكم تكونوا فهمتوا الكلام اللي تقال عن تحليل الكبد الوبائي به التحليل الاولي اللي هو هيباطايتس بي س انتيجين وهيباطايتس بي س انتيبودي وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات قادمة باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة